السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي في الله بعد أيام قليلة سنستقبل أفضل شهر في السنة هو شهر رمضان المبارك أحبابي في الله ما منحد لا يعرف فضل هذا الشهر وقدره فهو سيد الشهور وخيرها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه فيه ليلة هي خير من ألف شهر وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أحبابي في الله إلى وصلنا شهر رمضان المبارك الذي نطلب من الله أزدوجل أن يبلغنا رمضان إن شاء الله فهو نعمة عظيمة هو نعمة عظيمة وفضل من الله سبحانه وتعالى حتى أن العبد باللي يجي رمضان بالصيام دياله والقيام دياله يعني لصام رمضان بالصيام دياله والقيام دياله كي يسبق الشهداء في سبيل الله الذين لم يدركوا رمضان نعم أحبابي في الله يسبق نعم يسبق الشهداء الذي قام رمضان إيمان واحتسابا يعني صاموا وقاموا كي يسبق الشهداء في سبيل الله الذين لم يدركوا رمضان فعن طلحة أن رجلين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر هذا الرجال جاءوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم سلموا على يده وكانوا كيتنافسوا وكيجتهدوا واحد عن الآخر يعني كيتضطوا بينتهم في الاجتهاد فغز المجتهدوا منهما فستشهيد واحد فيهم مشال واحد الغزوة ومات فيها ثم هدك اللي كيجتهد مشال الجهاد فستشهيد ثم مكث الآخر بعده سنة يعني هدك صحب الأخر عاش مراء ما تشهد صحبه عاش مراء سنة ومات ثم توفي قال طلحة فرأيت في المنام خرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما يعني ثم خرج فأذن للذي استشهيد يعني شكول يدخل الجنة دخل الجنة تاني الذي أدرك رمضان أما الذي استشهيد هو ثم رجع إلي فقال إرجع فإنك لم يألك بعد يعني اللي طلحة أما هذو رجال الجوج شكول يدخل الجنة اللي قام رمضان أما اللي استشهيد فهو التاني فأصبح طلحة يحدث بالناس أولا هذة طلحة كي يعود هذة الرؤية هذة الرؤية كي يعودها للناس يعني راه رمضان عنده قيمة عند الله عز وجل وابقوا كي تعجبوا الهدل سبحان الله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديثة فقال من أي ذلك تعجبون فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهيد يعني هذا الرجل كان يجد هذا الصحب جوج هذا اللولان اللي استشهيد كان مو اجتهد في الالتزام والدين ثم استشهيد ودخل هذا الآخر يعني الثاني دخل الجنة قبلها يعني قالوا لي زماء لاش دخل الجنة قبل هذك اللي استشهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا بلى قالوا وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجد في السنة قالوا بلى قال صلى الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض رواه ابن مجاق وصححه الألبان إذن أحبابي في الله هناك يبلنا القيمة ديالشهر رمضان المبارك شهر الربح شهر الربح والخيرات وقالت من عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهده في غيره أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أخرجه ابن ماجه أحبابي في الله شحال من واحد فقدناه وشحال من واحد ززع دفنات حتى الطراب وكم من واحد تفارقنا معاه يعني مات لم يبلغ شهر رمضان المبارك إذن هذه هي الفرصة دينا ونحمد الله ونشكره ونطلبهم الله اللهم بلغنا رمضان يا أرحم الله إذن هذا نداء لكل واحد ضيع عمره في غير طاعة الله وكل واحد فرط في الزمان وفي حياته وفي عمره فرط في ذكر الله وفي القرآن وطاعة طاعة الله عز وجل وضيع أيام وليالي وساعات في الفراغ هذا شهر التوبة والغفران يعني التوبة تمسح كل شيء ما قبلها التوبة تمسح ما قبلها يعني شهر التوبة والغفران وخندروا اللي درنا غير نتوبوا في شهر رمضان ربي سبحانه وتعالى يقبل منا التوبة دينا لأن باب التوبة مفتوح إذن أحبابي في الله رمضان خير الشهور فحذاري حذاري انتهكوا الحرمات دياله واندنسوا الشرف دياله ونقصوا من مكانته يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه أخرجه البخاري أحبابي في الله هذا شهر رمضان شهر كان زكيوا النفوس ديالنا وكان ربيوها وهو وأعظم القروبات فيه والصم الصم اللي فرضو علنا الله تعالى باش نحققوا التقوى قال ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى يعني انتقوا الله سبحانه وتعالى ونصفوا الشعور ديالنا ونلجموا نفسنا أما التواب ديال الصائمين فهذا لله عز وجل لرب سبحانه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إن مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحة تاني يعني اللي يصوم عنده جوج فرحات الفرحة اللولة إلى الفطر كيف رح بالإفطر دياله وإلى ما تلقى الله سبحانه وتعالى كيف رح بالصيام دياله رواه البخاري ومسلم إذا نصنغسنا نديرو أحبابي في الله في هذا الشهر المبارك نتقوا الله ونعملوا النية ديالنا الصالحة ونجتهدوا في طاعة الله في هذا الشهر الكريم ونتعاونوا في مبينتنا في الأسرة وفي القربة والجيران والزملاء والأصدقاء ونتواصلوا بالحق ونتعاونوا على أعمال بالردق في هذا الموسم المبارك كنت طلب من الله عز وجل أن يمن علينا ببلغه ويحسن عملنا فيه إذا نحببه في الله حتى لا أطل عليكم نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان يا ربي ويقوينا ويرزقنا الصحة والعافية ويبلغنا رمضان آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة